السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا اذا اخواني اخواتي في هذا الفيديو سنشوفوا الاتحاد الاوروبي كيحبط مناورة فرنسا ضد المغرب كذلك سنشوفوا مريطانيا مريطانيا اللي طالما دعت انها في الحياد الاجابي ولكن تصرفت ديلها كيبينوا انها كتدعم الاطرحة الانفصالية فابقوا معي الاخوان موضوع شيق جدا رجائي منكم كالعادة انكم تدعموا هاد القناة الدعم ديلكم هو انكم تضغطوا على الزر اعجاب كذلك تبرتجوا هاد الفيديو مع الاصديقة اشتراك في القناة وما تنسوش الاخوان كتابة التعاليق فهي مهمة جدا فلو غير ريضة ولو غير قليب ولو يعني الرأي المغربية او الله الوطن المالك كل ما هو ايجابي فهذا كافي انه يدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأ صلب الموضوع الخارجي الجزائرية ترعى منتدى دبلوماسي داعم للجبهة الانفصالية تواصل جزائر سياسة ديالها العدائية تجاه المملكة المغربية الشريفة وتصغير جاية الموارد ديالها لدعم الجبهة الانفصالية والاطرحة الانفصالية في الصحراء فهد شيكيجي تزامنا واشغل لجنة 24 الاممية التي عرفت طرحا مغربيا قويا لقدم الممثل الدائم للمملكة المغربية الشريفة لدى الامم المتحدة سيد عمر هلال في مواجهة الجزائر واتبعها وفي هذا السياق انطلقت بالعاصمة الجزائر منتدى دبلوماسي هذا المنتدى الديبلوماسي كيدعم الجبهة الانفصالية بمشاركة صفارة واعضاء تمثيلية دبلوماسية من جنوب افريقيا هذا الدول او هذه التمثيلية فيها كينيا غانيا ايتيوبيا الى جانب كوبا كولومبيا فينزويلا والبيرون فهالدول كاملة اللي اذكرت هالدول كيدعم الجبهة الانفصالية ولكن الجديد هنا ان حتى الممثل دائم او الممثل دبلوماسي ديال موريطانيا حاضر فقالت المديرة العامة لافريقيا بوزارة شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية سلمة ملكة او ملكة حدادي في كلمة لها بالمناسبة ان الهدف من هذا المنتدى هو النظر في سبيل حجد دعم العبر للقارات للجبهة الانفصالية وذلك في ظل الانتصارات التي مفتئت تحققها الدبلوماسية المغربية على اكثر من صعيد لعل ابرزها فتح العديد من الدول اللي قنصليتها بمدينة الدخلة المغربية وتأييدها لمبادرة الحكم الداتي لحل نزاع الصحراء وخلافا لما تروج له الجزائر بانها ليست طرفا في هذا النزاع للصحراء المغربية اشددت المسؤولة الجزائرية أنه لن تدخل أي جهد من أجل تفعيل مخرجات هذا المنتدى وأنها من خلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة ستواصل جهودها في الدفاع عن الجبهة الانفصالية فمن جانبه طلب محمد السيداتي هذا الكسم مراسو وزير خارجية الانفصاليين ود ممثل الدول مشاركة معبرا عن رغبة الجبهة الانفصالية في مواصلة العمل معهم للرفع بعلاقات الصداقة والتضامن والتعامن التي تجمعهم بها أو بما يستجيب لتطلعات وطموحات شعوبهما في التقدم والكرمة على حد تعبيرهم في الوقت الذي تعرقل فيه جبهة الانفصال جهود المبعوث الشخصي للأمير العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء ستيفان ديمستورا على غرار فنع لبعتة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية المينورسو من القيام بعملها شرق الجدار الرملي وهو الأمر الذي سجله الأمين العام للأممي أنتونيو غتيريس في تقريره إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء دعا المنتدى في بيانه الختامي لإعادة إطلاق عملية السلام دون تأجيل وهو الأمر البعيد جدا عن الواقع وفي محاولة لإقحى منظمة الاتحاد الأفريقي في مسلسل النزاع المفتعل الذي يخضع في الأصل بشكل حصري لرعاية الأمم المتحدة طلب المشاركون في المنتدى الاتحاد الأفريقي بأداء مسؤوليته بشكل كامل كشارك للأمم المتحدة في الجهود الرمية إلى تيسير توصل إلى حل نهائي حسب تعبير البالغ فهنا أخواني أخواتي أين هو الحياد الإيجابي دي الموريطانيا أين هو الحياد اللي كنت تكلم عليه ولكن موريطانيا فموريطانيا صراحة فاتت الخطوط الحمراء مع المغرب وموريطانيا الصغيرة ما كتستفدش من أخطاء الغير ما استفدتش نواقع لي قيس نواقع لي تونس بسبب دعمهم للإنفساد وبسبب المشي وراء الكابرانات الكابرانات اللي طرقهم كحلز حلق فهذا الشي اللي غدي وقع لموريطانيا كذلك نمرو الموضوع الثاني الاتحاد الأوروبي يحبط مناورات فرنسا ضد المغرب فمن بعد قاع المناورات اللي درت فرنسا باش هاد المشروع ما يكملش ولكن المغرب بالعزم ديالو خلال الاتحاد الأوروبي يحبط قاع هاد المناورات في الأوين الأخيرة فرنسا حماقت فرنسا شده واحد السعار على المملكة المغربية واحد السعار رهيب فمأخرا اللجنة من البرلماء الأوروبي خرجات وبراءات المغرب من كل التهم التي ساعت فرنسا اللي تشويه المغرب فالمغرب قدر يفضح هاد المناورات ديال فرنسا واللي كانت كتحركها فرنسا يعني كتحرك هاد الإشاعات الكاذبة ولكن اليوم كانت واحد صفعة كبيرة وهي مشروع النفق البحري هاد المشروع اللي ما بين إسبانيا والمغرب واللي خلات فرنسا تخلق مشاكل للمغرب ودير هاد المناورات كاملة هاد المشروع اللي خلا فرنسا تجيو كتحار بالعلاقات بين المغرب وإسبانيا ولكن إسبانيا مو سر على أن المغرب عندو علاقات متينة معها مو سر في علاقات جيدة ومبتازة مع المغرب وشفنا كيفاش الحزب الاشتراكي في البلماء الأوروبي كان دائما كيرفض يصوت ضد المغرب ففرنسا رفضت هاد العلاقات الجيدة مع المغرب ورفضت أن إسبانيا تدخل لإفريقيا ففرنسا بغي غير هي لدخل إفريقيا وتنهب وتسرق في أموال وخيرات إفريقيا لكن جاتها المملكة المغربية الشريفة وقضت عليها تسالوا لها يعني تسالي لها ذاك النهب وذاك فرض النفط ديالها في إفريقيا والسرق في خيرات الدول الإفريقية فهي عارفة إلى إسبانيا دخلت إلى إفريقيا عن طريق بطبيعة الحال المغرب وكان مستقبل كبير لإسبانيا داخل إفريقيا فهذا الدسائس وهذا المناورات ديال فرنسا ضد المغرب غير غيرة وحسد فهذا المشروع ديال النفق البحري ينال دعما من الاتحاد الأوروبي يعني هذه هي الصفعة القوية لفرنسا ضربة من بعدها ضربة لفرنسا من الاتحاد الأوروبي يعني عياد فرنسا باش هاد الدعم ما يكونش ولكن الاتحاد الأوروبي اقتنع أن الحل ديالهم هو خصهم يكون واحدة ربط قاري ما بين أوروبا وإفريقيا فهذا المشروع هدي مدة والدولتين يعني المغربية والإسبانية يخدمين عليه باش هاد الربط القاري يكون يعني على أرض الواقع وفعلا بدأت نقاشات جدة لإتمام هاد المشروع واللي غدا يكون عنده تأثير على العالم كامل فيبدو أن فكرة الربط البحري بين المغرب وإسبانيا التي طرحت لأول مرة أو آخر السبعينات القرن الماضي تتجه لتصبح حقيقة على أرض الواقع بعدما حصلت مدريد على تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.3 مليون يورو من أجل دراسة جدوى المشروع في إطار اتفاقية بين وزارة النقل الإسبانيا والجمعية الإسبانيا لدراسة الاتصالات التابعة عبر المضيق لتحليل إمكانية إقامة نفق تحت البحر لربط البلدين بشبكة السكك الحديدية فائقة السرعة وفق ما ورد في الجريدة الرسمية لإسبانيا في عددها الصادر أول أمس يأتي ذلك بعد أشهر من تأكيد عدد من المسؤولين المغربة والإسبانيا على رأس موزارة النقل والبرامج للحضرية الإسبانيا راكل سانتشيت أن بلادها تعمل مع المملكة المغربية من أجل إعطاء دفعة قوية للدراسات الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي للبلدين والقارتين الأوروبية والإفريقية من جهة كان عزيزة خنوش أو الحكومة المغربية قد صرحت على هامش الاجتماع الرفيع المستوى بين مدريد والريباط الذي جمعه بنظيره الإسباني بيدرو سانتشيت في فبراير الماضي أن القرب الجغرافي والشراكات الاقتصادية بين المملكتين يدفعان في اتجاه فتح أفق جديدة لهذه الشراكة وبناء المستقبل من خلال مجموعة من المشاريع على غرار مشروع الربط القرر بين البلدين وكترجم تصريحات مسؤولي البلدين رغبة وإرادة دولتين الجارتين لإيحياء هذا الحلم القديم وتنزيله على أرض الواقع خاصة في ظل المنافع الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع وتحسن مناخ العلاقات بينهما أخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر تحية لكم كبيرة لا تنسوش أنكم تدعمونا بلايك ديلكم تدعمونا بالبرتاج كذلك بالاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته